رصد فريق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء إثر جولة قام بها في أحياء منطقة جليب الشيوخ عدد من المخالفات على الشبكة الكهربائية المخالفة تراهحت بين توجيه إنذار المالك تحرير محاضر طبط خطية وقطع التيار عن بعض القسام المزيد في هذا التقرير لا تتوقف فرق الضبطية القضائية في وزارة الكهرباء والماء عن جولاتها الميدانية وتتبع المخالفين في مختلف مناطق البلاد الجولة هذه المرة في منطقة جليب الشيوخ المقتذة بالعمالة وذات المخالفات الكثيرة مقارنة بالمناطق الأخرى أحد المنازل هو بالأساس سكن خاص تم تحويله إلى مطعم وبالتالي يكون هناك أحمال زائدة واستخدام العقار في القرض الغير مخصص له طبعا هذا كل يجهد الشبكة الكهربائية التابعة للوزارة فهناك على طول فريق الضبطية القضائية نحن شقانيين نرصد المواقع على مدار 24 ساعة نقوم بتحرير جميع المخالفات وإحالتهم إلى لجنة العمل بأحكام القانون 48 2005 من قسيمة إلى أخرى انتقل فريق الضبطية القضائية في شوارع المنطقة محررين مخالفات جسيمة كسرقة التيار من الشبكة الرئيسية ومخالفات عادية كاستخدام معدل أقوى من العداد أو ما شابه القسيمة التي نحن موجودين وراها يغير حجم الغاطئ لزيادة الأحمال وبالتالي يؤثر على الشبكة الداغريمات وزارة الكهربائية والماء ومنها قمنا بتحرير مخالفة وقطع فصل التيار عن المنزل نوع ثاني من المخالفات يوجد عداد محترق وتوصيل مباشر أيضا يوجد تغيير حجم الغاطئ من 160 إلى 250 وهذا يعتبر مخالف ويسحب من الشبكة الداخلية ويأثر على الكيف الخارجي لشبكات توزيع نفسها دائما نحب أن نوضح لهم وننبه لهم أنه لا بد من متابعة عقارك أو أملاكك الخاصة شخصيا حتى يتسنى لك معرفة الخطأ وين ويمكنك معالجتها أما في بعد المخالفة فهناك رح ترتب عليه قرامات مالية ضخمة وبالتالي هو مجبور أن يسددها وأن يعمل صلح مع الوزارة هذه الجولة هي واحدة من عشرات الجولات اليومية التي تقوم بها فرق الضبطية بهدف واحد ضبط العابثين بالمال العام والحفاظ على شبكة آمنة لجميع المستهلكين جيهان حبيب تلفزيون دولة الكويت